اشتركوا في القناة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإن كان ذو عسرة معلوم أن كان هنا تام وذو فاعل وهو مضاف وعسرة مضاف إليه وفي لفظ عسرة ها هنا قراءات القراءة المشهورة وهي قراءة الجمهور وإن كان ذو عسرة هكذا بالإسكان عسرة على وزن فعله كغرفة وهناك من قرأ وإن كان ذو عسرة وهذه قراءة أبي جعفر لأنه قرأ هذا اللفظ وأمثاله هكذا بضم السين وقرأ شذوذا وإن كان معسرا وهي قراءة أشبه أن تكون قراءة تفسيرية وهناك من قرأ وإن كان ذا عسرة على أن كان هنا ناقصة وليست تامة أي وإن كان صاحب المال ذا عسرة أو وإن كان هو ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وهذه كما علمنا كراءة شاذة وفي قوله فنظرة كراءات ست أو سبع والذي ذكره في الدر المصون ذكر ستة كراءات ومن هذه الكراءات فنظرة وهذه على وزن فاعلة هذه هي كراءة الجمهور فنظرة إلى ميسرة أي انظار إلى ميسرة وقرأ تخفيفا فنظرة لأنه على وزن ما كان على هذا الوزن نحو نبقه فإنه يجوز لنا أن نسكن الوسط الباء فنقول فنظرة وهناك من قرأ فناظره وهناك من قرأ فناظرة وهناك من قرأ فناظره أي سامحه أيها الدائن فناظره بمعنى ناظره سامحه بالنظرة وباشره بها كما قال أهل التفسير وقرأ ابن مسعود كذلك إلا أنه قرأ بالجمع فقال فناظروه أي أنتم أيها الناس وهو للجماعة وقد يكون يدخل في ذلك القاضي فيكون في ذلك حث للقاضي بأن يحث صاحب المال بأن ينظره أو أن يسامحه أو أن ينتظره وقرأ فنظره هكذا فنظره وهو مصدر حينئذ وقرأ فنظره لضم النور فهذه سبع قراءات في هذا اللفظ وكلها يحتملها الخط وقرأ فنظرة إلى ميسره هكذا بالفتح وهي قراءة سبعية وقرأ ميسره وهي قراءة سبعية وبها قرأ نافع فنظرة إلى ميسره وقرأ ابن مسعود فنظرة إلى ميسوره إلى الميسور أي ما تيسر لديه وهي لفظة مستعملة مستعملة اليوم عند الناس ويقولون حياكم الله على الميسور أي ما تيسر وقرئ إلى ميسره وقرئ إلى ميسره وكل ذلك بمعنى اليسير وفي قوله سبحانه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون قرئ وأن تصدقوا وهي قراءة عاصم وقرئ وأن تصدقوا على أن أصله تتصدقوا فأضغمت التاء في الصاد فأصبحت الصاد حرفا مشددا وهذه قراءة جمهور القراء السبعة أو العشرة وأن تصدقوا هكذا وقرئ شذوذا وأن تتصدقوا بتاءين وهي مخالفة لرسم المصحف ولكن هذا هو الأصل هو أصل قراءة تصدقوا وهناك من قرأ شذوذا وأن تصدقوا أي تكونون من الصادقين وقوله سبحانه أتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا الفعل وأمثاله يقرأ ترجعون وترجعون وهي قراءة صحيحة وبها قرأ العشرة أي بعض العشرة قرأوا ترجعون وبعضهم قرأوا ترجعون وترجعون هي قراءة يعقوب كما هو معلوم وقرأ الحسن واتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله وهذا يكون فيه خروج عن أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة والمعنى واتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله أي الناس يرجعون فيه إلى الله أو يرجع الناس فيه إلى الله وقرأ يرجعون أيضا وقرأ واتقوا يوما تردون فيه إلى الله وقرأ تصيرون فيه إلى الله وقرئاء يردون فيه إلى الله وهو تفسير كما هو واضح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين